تاريخي وناجح هكذا وصف وزير الدفاع الأسترالي الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في واشنطن اجتماع ضم وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا وخرج باتفاقات وقرارات تتعلق بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أستراليا في ظل مساعي الصين لتقويض النظام العالمي على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي وقعت مع وزير الدفاع الأسترالي أعلان نوايا لتوسيع جهودنا لتطوير إمكانيات دفاعية متطورة واليوم ندعم مبادرات تتعلق بتموضع القوة العسكرية التي ستوسع وجودنا في أستراليا يأتي الاجتماع الرباعي بعد يوم واحد على إعلان الولايات المتحدة بريطانيا وأستراليا عن شراكة أمنية صناعية عسكرية علمية وفي مجال الذكاء الصناعي بين الدول الثلاث وأول الغيث تزويد كامبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية الأمر يتعلق بتعزيز علاقاتنا وتعاوننا والعمل مع أستراليا وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهادأ والهندي ولا يستهدف أي بلد وبالتأكيد لا يهدف إلى دفع أي طرف إلى الوراء إنه يهدف ككل شيء نفعله سويا في مجال الأمن إلى دعم القواعد التي يرتكز عليها النظام العالمي والتي تؤمن بها الولايات المتحدة وأستراليا بشكل كبير والتي سندافع عنها هذه اللقاءات والتطورات تسبق كذلك القمة الرباعية التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن وتضم الولايات المتحدة اليابان، أستراليا والهند وستركز على الأمن في منطقة المحيطين الهادئ والهندي والتحدي الصيني إضافة إلى التغير المناخي ومواجهة وباء كورونا وأفغانستان وفي إشارة تطمنية إلى فرنسا التي غضبت من توقيع الاتفاق الثلاثي الأمريكي البريطاني الأسترالي شدد وزير الخارجية الأمريكية على الدور الحيوي الذي تقوم به فرنسا والاتحاد الأوروبي في المحيطين الهادئ والهندي وأكد على أن الولايات المتحدة ستعمق التحالف والتعاون مع هذه الدول في تلك المنطقة ميشيل غندور الحرة، وزارة الخارجية الأمريكية، واشنطن